الإصرار على النجاح طريق اتخذه هذا الشاب لافتتاح مشروعه الخاص إلى جانب دراسته الجامعية إتقان تذوق القهوة والنكهة الخاصة بالمحل هي الأهم لديه لنجاح مشروعه البداية أنواع القهوة كثيرة جدا في منها المحلي في منها المستورد فكل نوع من أنواع القهوة له ستاندر معين من مستوى الطحن مستوى الاستخلاص مستوى التحضير فلما تتوفق أنك توصل إلى خلطة معينة أو مستوى استخلاص معين متوافق مع طحنة معينة أنت هنا راح توصل إلى ذوق الزبون اللي هو يبغى بالضبط القهوة يعني يبغى لها طورة بال يعني شبك زي ما تقول كأنه صيد سمك يعني ما تدري متى توصل أحيانا تأثر عليك سلبي تضطر أحيانا أنك تروح للمستشفى وتراجع ويكون عندك آثار جانبية بسبب أن يجرب الكافيين أكثر من المستوى الطبيعي في اليوم إلى جانب الاهتمام بنكهات القهوة يعتبر محمد صاحب فكرة جديدة في التقديم أيضا فهو مزج بين الورد والقهوة هي الطريقة مو بس مختلفة في فيتبوك هي الطريقة ممكن أقول لك مختلفة بالعالم كله يعني أنه تقدم القهوة والورد معاها بشكل مستمر ومجانية يعني تقديم الورد فأنا قاعدت أقول أن القهوة لها مزاج خاص وأيضا الورد له مزاج خاص ففكرت أني أجمعهم حيث أنه يكون ثناي جدا قوي يستغل محمد فرصة التوطين ويرى بأنه يفتح فرصا أمام الشاب السعودي الدراسة العامة بديت يعني في البداية أنه أنا تخصصي تمويل واستثمار فبديت أني أرى بعض الفرص مثل توطين بعض القطاعات فشفت أنه فرصة أني أتوجه وأبدأ مشروعي وحاول أوازن بين الكفتين يقبل الشباب والشبات في المملكة على الاستثمار في عالم القهوة حيث يصل استهلاك المملكة من القهوة والذي بلغ أكثر من 85 ألف طن سنويا وحجم الاستثمار في المقاهي يقدر بالمملكة بأكثر من 6 مليارات ريال للإخبارية فهد الحمود تابوك